اشتركوا في القناة اللي عشناها زمان ايام طفولتنا اكيد كلنا كنا بنروح بيوت اجدادنا ونبقى فرحانين اوي باللمة دي ونبقى فرحانين اوي باليوم ده وكان ليها ريحة مميزة ودايما كده في ذكريات معينة بنفتكرها كلنا صوت القرآن الكريم يوم الجمعة وبعد صلاة الجمعة وقبل صلاة الجمعة والبخور اللي كان بيبقى مليان البيت والتأييلة بتاعت ساعة العصرية ويا سلام على كوبهية الشاي ولا فنجان القهوة اللي معمولين بحبه وبمزاج حاجات كتير بتوحشنا لما بنفتكر ايام زمان والحقيقة انه اوقات بنزهق من سرعة الزمن والسرعة اللي بقينا عايشين فيها دلوقتي ونحن الوقت الزيارات اللي بجد مش دلوقتي كل واحد بيقعد ماسك تليفونه ولا حد عارف مين بيقول ايه ولا حد سامع حتى اللي جنبه بيقول ايه ولما نوحش بعض نبعت لبعض رسالة الطبق اللي كان بيلف على الجران واللمة والحب اللي كانت بتبقى موجودة بين الناس كحك العيد اللي كلنا كنا بنعمله بادينا مع جدتنا والحقيقة انه العيدية والبومب والسواريخ كانوا بالنسبة لنا لحظة ما تتنسيش فانوس رمضان والزينة اه في حاجات منها لسه الحقيقة بنعملها لحد دلوقتي بس زمان واحنا اطفال لا كان ليها طعم تاني وكان ليها ريحة تانية وكان ليها شكل تاني وفرحة تانية لبس العيد او اليوم مدرسة الشمطة الجديدة المقلمة الجديدة النستالجيا دي الحقيقة بتحسسنا بسعادة كده وبقى حسيس لا بجدبت وحشنا وكأننا عايزين نرجع لها تاني واحنا عيال على رأي الست كده زي ما كانت بتقول وزي ما تعلمنا كلنا الكلمة دي منها عايزنا نرجع زي زمان قل للزمان ارجع يا زمان الحقيقة ان كلنا عندنا حاجات بتفكرنا بزمان وبتفكرنا بالايام الطفولة وبايام زمان اللي كنا كلنا بنحبها صور مثلا فيها زكريات حلوة بترجعنا الوراء صور مصيف صور صفرية صور لامة حلوة صور عيد ميلاد الحقيقة ان فيه لحظات جميلة كده كانت دايما بيننا وبنبقى دايما مبسوطين لما بنفتكرها الحقيقة انه النهاردة هنتكلم عن كتاب بيتكلم عن مرحلة معينة في عمرنا كلنا بنفتكرها او بيفكرنا بالسنين الحلوة اللي كلنا دايما عايشين وبنفتكرها والحاجات دي دايما بترجعنا كده الايام الزمن الجميل وهو ده موضوع كتابنا النهاردة كتابنا النهاردة هو ارجع يا زمان للكاتب الصحة فيه الاستاذ اشرف مفيد اللي هنعرف منه اكتر عن موضوع كتابه وايه اللي خليه يقرر يكتب عن الزمن الجميل او عن الزكريات الحلوة دي بس قبل ما استقبل ضيفي في الستوديو اللي هنوارني النهاردة خلينا نروح كده نتقابل مع بعض عن طريق زوم مع اخصائية الصحة النفسية الاستاذة مي صالح ونعرف منها احنا ليه دايما بنحان للماضي وليه حكاية النستالجا معانا مساء الخير يا ماي مساء النور ازايك احلا ايه احلا بيكي ازايك انتي الحند لله الحند لله احكينا كده حكاية النستالجا معانا وايه فكرة الحنين للماضي وليه دايما بتسيطر علينا الفكرة دي عايز اقولك انتي في المقدمة وقعدة تقولي المكلسوم وقول الزمن يرجع يا زمان وجهك العيد والبوب عايز اقولك وانتي قاعدة بتقولي يقولي داي انا قاعدة بجد والله ايه اعتق شريت الدكريات قاعد يقرر وقدم عينية اعتقدة مستمتعة قوي وانتي بتقولي وانا انفجلايزنج وشايف بقى كل اللي انتي بتقولي داي ايوه دكريات جميلة قوي كن زمن جميل قوي ما فيهوش الضغوط النفسية اللي احنا عايشين فيها الحياة دلوقتي النستالجيا دي هي بيطلق عليها علماء النفس متلازمة النستالجيا لو استخدمناها بطريقة إيجابية هتبقى وسيلة دفاعية إيجابية علشان تساعدنا إن احنا نحسن مزاجنا إن احنا نخرج عن الروتين والملل والوحدة نحنا نسترجع فعلاً الأيام الجميلة ولكن أحياناً احنا بنفضل ونظل على كينف الماضي لما نكون رفضين الحاضر بتاعنا فيه ناس بتبقى رفضة إن هي تسيب الماضي وعايزة تفضل عايشها في الذكريات وفي الماضي بتاعها يس دايما بقول لحضرتك إن احنا رفض الواقع بتاعنا للأسف 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 لما بنرفض الحاضر أنا أسفى بيكون حياتنا فيها ضغطات نفسية مش كويسة بيكون عندنا ممكن أحياناً مشاكل مع اللي حوالينا وللأسف الشديد بنبقى عايشين في ألم جمد قوي ورفضنا للحاضر بيخلينا نعيش في معاناة فإن أنا أكون قبل الألم اللي أنا عايشة فيه أحياناً لأن الواقع بيقول لنا إن أنت أحياناً ممكن تعيش في ألم فإن أنا أكون بتذكر ذكريات جميلة وأنا كويسة ولا في ناسة سام بتبقى يعني مريدة دلوقتي بتتذكر ذكرياتها وهي سليمة على فكرة إن إحنا نتذكر ده وإن نفتكر نفسي وأنا بلعب وأنا بجري وأنا كويسة وأنا بقرب بالعكس هيساعدني في مرحلة معينة أو في وقت معين دلوقتي أنا مضغوطة فيه أو تعبنة فيه أو متضايقة فيه إني أطلع من ده شوية لكن في نفس الوقت إن أنا أفضل عايشة في ده كله وشايفة ده كله وأنا في الواقع بتاعي مش قادر أقبله ده بيكون قلم جمد قوي والقلم الجمد قوي لو مقبلتوش هعيش في معاني أوكي اللي بيحس كده طول الوقت وطول الوقت عايز يرجع للماضي تفتكري إزاي نقدر نساعده وإزاي يقدر يساعد نفسه بإنه يعيش بقى في الحاضر بتاعه ويستقبل الحاضر بتاعه ويقبل اللي بيحصل فيه علشان يقدر إنه هو يكمل حياته تمام طيب في حاجة بقى الـ self-awareness أو الإدراك والوعي الذاتي مهم جدا بمعنى إيه؟ إن كل ما أنا برفض المشاعر السلبية اللي أنا بمر بيها في الوقت الحالي وعايز أرجع للفترة اللي فاتت لو أنا بمر بظروف صعبة دلوقتي كل ما أنا زي ما قلت لك برفض مشاعري كل ما مشاعري السلبية بتفضل معي وأفكاري السلبية بتفضل معي كل ما أنا بيبقى عندي درجة من الوعي تقول لي ماي أنت دلوقتي عايش مشاعر سلبية كذا وكذا وكذا علشان الحاضر بتاعك فيه كذا وكذا وكذا وهنتعامل مع هذا إزاي؟ هقدر أغير إيه؟ ومحتاج أن أنا تتقبل إيه؟ إيه اللي في دايرة السيطرة بتاعتي إن أنا أغيره دلوقتي وإيه اللي في خارج دايرة السيطرة فمحتاج أقبله زي ما هو بما فيه ألم بما فيه تعب ولكن مش معاناة يعني أنا بتقلم من حاجة معينة من ظروف معينة فهقول للنفس أنا هقبل دا وقبل مشاعري السلبية دلوقتي فهي دي المتعيشة مع دا وكبولي لدا وإدراكي لدا ووعي لدا هيخليني أقدر أعدي المرحلة دي بسلام أيوة أيوة إن أنا أحاول على قد ما أقدر أكون وعية للي بيحصل دا طبعا يعني عامل مهم جدا جدا أنا بشكرك معي على وجودك معانا النهاردة عن طريق زو منورتينا وعايز أقولك إن أنا كمان وأنا بقول المقدمة بكرت كل الحاجات اللي كنت بقول عليها زيك بالزبط بشكرك شكرا لك يا عمي مرسي شكرا لك لسا مكمالين معاكم حلقتنا ودلوقتي هنروح نشوف مع بعض تقرير صورته كاميرا يحكي أنه عن تكريم اللي حاصلين على جوائز النيل والتفوق والتقديم ونرجع نكمل حلقتنا مع حضرتكم عامل وطن ما فيه شك إن دا يوم مهم جدا في تاريخ الثقافة المصرية إنه نتذكر الناس اللي خادوا جوائز من سنة 2019 وعشرين 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 22 وعشرين 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 فده لا شك يعني مسألة تحمد لوزير الثقافة الجديد دكتور أحمد فواد هنرو إنه تذكروا الناس اللي هم خادوا جوائز من 2019 لكن لم تسلم إليهم أمام الجمهور طبعا الحقيقة النهاردة عرص ثقافي جميل جدا ليه لأن نحن من خلال وزارة الثقافة أو من خلال معالي وزير الثقافة بنكرم رمزنا اللي أخدوا أو حصدوا على جوائز الدولة طبعا زي ما بقلوا بقرر طوال الوقت إنه شيء رائع إنهما يحصلوا على الجوائز ولكن الأفضل والأهم حتى نفسيا ليهم كلهم إنهما يطلعوا على الليستيج ويكرموا من قبل معالي وزير الثقافة ده كمان بيخلي إنه إنه الشباب يبقى عندهم حافز إنهما يبتدوا يشتعلوا على نفسهم يبتدوا يطوروا من نفسهم علشان الدولة تكرموا حين تأتي الجائزة من الدولة فهي يعني تعبير كبير عن شكري وامتناني إلى إن الدولة بتقدر عطاء أبنائها وهذا شيء ليس غريبا على دولة عريقة مثل مصر عمرها سبعة آلاف عام دي حاجة جميلة جدا بترفع الروح المعنوية ما هو لازم يعني أنتج عشان أطلع حاجة كويسة وشرف لبلدنا وشرف لمصر في كل حتة في العالم يعني الحقيقة الجائزة دي هي جزء من الجوائز المهمة الكبيرة اللي بتقدمها وزارة الثقافة واللي بتمثل إنجاز كبير جدا في تقدير يعني الجهود اللي قام بها عدد من المثقفين والمبدعين والمبدعات والمثقفات في مجالات مختلفة دولة المصرية التي تكرم أبنائها والتي تعلم أبنائها والتي تتيح لأبنائها أن يعني يواصلوا مسيرتهم سواء كان في الإبداع أو في إدارة المؤسسات الثقافية ومصر العلامة الأساسية فيها هو الثقافة هي الثقافة يعني مصر تاريخها مرتبط بالثقافة عبر 200 سنة جاي أحيي الحقيقة خطوة الوزير لأنه هو أعاد مرة تانية فكرة الاحتفال بالحقازين على جوائز دولة اللي هي كانت اختفت في السنين الأخيرة وهو كان تقليد عظيم والمثقف أو الفنان يهموا هذا التكريم أكتر من حتى القيمة المادية أو المديلية أو كده لأن ده قدام الناس كلها حالة إشهار لأن أنا نجحت بشكل أو بآخر وأنه ده تقييم حقيقي وعادل لفني أو لثقافتي بعد مشوار عمري الطويل ده ربنا سبحانه وتعالى يتفضل علي أن أنا أعد مع عمالقة القوم من المثقفين وبعدين بتوجه بالشكر للدولة إنها أكرمتنا هذا الكرم العصين يعني بتوجه الشكر لمصر الغالية إنها أكرمتنا وأنا بعد العمر ده والكفاح المشوار الطويل عمر حياتي كلها أجد نفس قاعد فص العمالقة دول يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة من كل شهر نرصدها لكم تبقى لما نوهت عنه دور النشر في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعت الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الشهر بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ تصدر كتاب فن قراءة العقول للكاتب هانريك فاكسيوس ترجمة سامويل خيري مبيعات هذا الشهر وترجم هذا الكتاب إلى 35 لغة يحتل المركز الثاني كتاب لا بطعم الفلامينكو للكاتب الدكتور محمد طه ويتحدث فيه عن التغيير وتحدياته والصعوبات التي ستواجهك لتحقيقه تأتي في المركز الثالث رواية عهد دميانا للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشزلي وهي ليست مجرد نص روائي يسرد فترة حرجة في تاريخ مصر وإنما هي تجربة إنسانية شاملة للبحث عن الهوية تحتل المركز الرابع رواية ثلاثية غرناطة للكاتب رضو عشور وهي ثلاثية روائية تتكون من ثلاث روايات للكاتبة وتدور أحداثها في مملكة غرناطة اختتمت قائمة الأعلى مبيعا بكتاب أحببت وغدا للكاتب الدكتور عماد رشاد عثمان ويتحدث في كتابه عن الشخصية النرجسية بكل جوانبها وعلاقتها بمن حولها تاني هو برحب ديف اللي منورني النهاردة في الستوديو أكتب الصحفي يقلو أستاذ أشرف مفيد صاحب كتاب ارجع يا زمان أهلا بحضرتك أستاذ أشرف منورنا والحقيقة أنه رجعتنا لأيام جميلة ورجعتنا بالكتاب الحلو ده لفترات كده لما بنزهق وبنتخنق من حقيقة الواقع أحيانا بنبقى عايزين نرجع لها وبسرعة وهو ده الهدف من الكتاب وهو ده الهدف من الكتاب كلمني شوية عن نوستالجيا وكلمني شوية عن فكرة الحنين للماضي وليه اخترت الفكرة دي تحديدا تكتب عنها بصي دايما الحنين للماضي في كل الأزمان وفي كل العصور حتى في الزمن اللي أنا كاتب عنه الزمن القديم كانوا بيحنوا للزمن الأقدم للقابلية للقابلية لأنها بتكون نوع من مش الهروب من الواقع ولكن نوع من أنه بيشوف حاجة كده بتشعلق فيها حاجة يحس بالأمان من ناحيتها بس الهروب للماضي لو أصبح أكتر من كده بيبقى مرض لكن إحنا بنقول إيه إحنا نهرب من الواقع بتاعنا للماضي بشوية أو بتدريج وبحدود ولازم يتم بحدود عشان ما يتحولش لمرض وإن إحنا ننفصل عن الواقع بتاعنا فكرة الهروب من الواقع هي فكرة يمكن بتطارد ناس كتير وعلى الرغم من إن إحنا طبعا طول الوقت بنحن للماضي بس هو في حقيقة الأمر إحنا لازم نرضى بالواقع ونتعامل مع الواقع ونتقابل مع الواقع مهما كان شكله إيه إزاي ممكن نكون نقدر نعمل ده من وجهة نظر حضرتك وهل طرحت ده في الكتاب ولا بس كنت بتتكلم عن النستالجي لا بصي أنا في الكتاب كنت حريص إنه يكون نوع من حاجات بس الطاقة الإيجابية كنت أكتب مجموعة قصص وحكايات هي حكايات قديمة كلها كنت أكتبها من مواقع من خبرتي ومن تجربتي وفي نفس التوقيت أحط فيها هدف ورسالة وهو بس الطاقة الإيجابية لللي بيقراها إذا كان كبير أو صغير وخاصة أنا كنت مستهلة الفئة المستهدفة الناس اللي ما عاشتش ده يمكن أنا عشان عشت فترة حلوة والزمن الجميل والأيام الحلوة والحاجات دي فكنت بشوفها بمنظور ولكن كنت بكتب القصة وبغرس جواها فيها رسالة وفيها هدف إنه اللي يقراها مستهدف فيه الجيل الصغير الجيل اللي ما شافش ده علشان يحس إنه الماضي كان حلو لكن الحاضر ممكن يكون أحلى إحنا لازم نعلم ولادنا ده ولازم إحنا كمان يكون دايما عندنا النظرة التفاقلية دي بص حضرتك دايما أنا ماشي بقاعدة أو لا كلنا ماشيين بيا إحنا لنا تاريخ ولنا ماضي الماضي ده لما نقرأ ونقرأ بشكل صح ومن خلال الناس الصح هنحس بجمال الواقع الحاضر ومن خلال جمال الحاضر هنستشرف جمال وجمال وروعة المستقبل علشان كده بقولك هي منظومة كلها بتبقى مرتبطة مع بعضها ولكن بنسب لو فيه نسبة زادت عن التانية عملت خلل اختلت المنظومة كلها بس الغريب أن حضرتك قلت أنه النظرة التفاقلية أو النظرة الإيجابية والجميلة والحالين للماضي دي حضرتك كنت حبيب أنك تترحى في الكتاب ولكنك وصفت الحاضر بالمؤلم الحاضر المؤلم أنا كتبتها وكتبتها في المقدمة تحديدا من خلال رؤيتي أنا أنا كأشرف حسيت أنه مش هو ده الماضي أو أنا اللي عشته أنا حتى عامل جزء كبير عن القرية أنا قروي أنا من الريف من القرية وشفت حياة الريف البسيطة السهلة اللي كانت أقل حاجة يرضو بيها وكل حاجة مع التوحش بتاع العصر الحالي والتكنولوجيا يعني كان العيشة تأذن بعد الناس ما تصال العيشة كانت ناس تنام هنا الناس بتبدأ تفسحها بعد العيشة بتبدأ تبارس حياتها بعد العيشة فحسيت أنها في فجوة كبيرة علشان كده حرصت على في الكتاب أن أنا أقول من ننطلق من الماضي بتاعنا ده نشوفه بشكل تاني نشوف الحاجة الحلوة الحاجة الحلوة اللي جوانا نصحيها الواقع المؤلم أنه فعلا واقع بقى مع تدور التكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا بشكل خط طبعا وسرعة الإقاعة اللي بقنا عايشين الإقاعة السريع والتكنولوجيا الغلط التكنولوجيا استخدام الغلط للتكنولوجيا حولت التكنولوجيا نفسها لوحش بيفرم الوقت والصحة والعلاقات الاجتماعية يعني يعني إيه الواحد يكون قاعد في بيته هو ومراته وبناته أو أولاده وكل واحد مسك الموبايل بتاعه وفي عالم تاري خالص لدرجة أنه يعني في حد صديقي كان بيكلمني بمرارة بيقول لي قاعدين على الصفرة بناكل فبنته بعتت لأختها تقول لها هاتي الملح من قدامك الدهون مش عارفة أتكلمها بعتت لها على الواتس على الواتس تقول لها هاتي الملح من قدامك ده 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 الواقع المؤلم ده بقى علينا إحنا كأسر وكبيت وكإعلام وكصحافة وككل وسائل الميديا إن إحنا نخرج الناس من الوضع ده ونحاول نواجه ده ونحاول نغرس ده في ولادنا لأنه يعني لازم برضو نكون على قد ما نقدر إحنا كمان كلنا متكتفين في إننا نحاول على قد ما نقدر نخلي حتى الولاد دول يعيشوا يعيشوا سنهم وعيشوا حياتهم هو ده هو ده الحياتك المفروض زي ما إحنا عيشنا على فكرة يعني إحنا جيل برضو الحمد لله إنه على قد ما بقول إنه إنه يمكن لكن الولاد دلوقتي عندهم حاجات كتير قوي إحنا ما كانتش عندنا بس إحنا جيل لعب اتبسط كان عارف يعني إيه يوم جمعة كان عارف يعني إيه لما كان عارف يعني إيه لعب ما كانش فيه تليفون ما كانش فيه ألعاب ما كانش فيه تكنولوج دي بس كان فيه ألعاب تانية اللي هي البسيطة في الأرض بالزبط كنا بنتلم كلنا ونلعب لعبة مع بعض وكنا يوم الجمعة ده لما نروح عند جديتنا نتقابل كلنا ونلعب لعبة كلنا ولاد الخلات ولاد العمات يبقى هنا دور الأسرة بالزبط دور الأسرة اللي هم الكبار اللي عاشوا الأيام الحلوة دي يحاولوا يرجعوها في أولادهم بأشكال وعلى فشل مش بالضرورة أنهم يلعبوا نفس الألعاب اللي خلاص دي ما فيش طبعا يعيشوا حياتهم بالتكنولوجيا بتاعتهم ولكن بقيم يعيش طفولتهم وبطفولة زي ما إحنا أهالين عايشونا الطفولة بتاعتنا وكنا نلعب ومبسوطين وناكل ونشرب وكان ده قمة الرفاهية بالنسبة لنا هو بالنسبة للأولاد حاليا قمة الرفاهية الفيسبوك وتويتر والإنستجرام والحاجات الأدوات الكتيرة كتيرة جدا دي اللي بتطلع كل شوية يعني أنا بقالي سنة دلوقتي شغال خبير تطبيقات زكاء الصناعي أنا في البيت عندي بعلم بناتي يعني عندي ثلاث بنات بعلمهم بس بحدود بحدود لأنه ما ينفعش أدلهم أكبر من سنهم يعني أنا عندي بنتي ريتاج اللي هي في الوسطانية يعني التانية دي يعني مخها كله في التكنولوجيا والفيديوهات والحاجات دي أنا بديها على قدها ما قدرش أديها الجرعة لذي بالظبط لو أي حد خد جرعة زيادة عن أي حاجة طبيعية عدت الجسم نفسه لو خد أكل زيادة هيبوز طبعا فأنا بدي لها إحنا كأسرة لازم نوعي نحاول نسيطر كمان على قصة دي ونحاول نحدد الموعيد نحاول نحدد الاستخدامات نحاول يكون عندنا شيء قدر من الرقابة على فكرة عايز أول حاجة كنت قارتها من فترة المسؤولة عن يوتيوب عملت حصار صارم على حفيدتها وخليتها ما تشوفش اليوتيوب أكتر من ساعتين أو ثلاث ساعات من كتير خالص في اليوم كله يعني شوفي ست يعني كان مفروض هي بتقول عايزة اليوتيوب ده يجتاء لكن عارفة عارفة إزاي إنه ممكن يبوز البيت ويبوز الجيل الجديد طبعا فكانت ناخد من ده إحنا دورنا لا الأولاد مش عايزين يسيبوا الموبايل لا ما هو مش هيسيبوه لكن لازم أفرض عليهم حاجات صارمة وعقوبات صارمة إنه لو استخدم الفيديوهات والتيك توك أكتر من كذا ساعة يبقى يتحرم من الإسفوس حيتحرم من كذا لو تقدر ترجع فترة أو حاجة من كل المواضيع اللي حضرتك ذكرتها في كتابك ترجع إيه؟ البراءة 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 أنا عايز أقول لحضرتك إنه حقيقي إحنا بنشوف دلوقتي أطفال كتير جدا فقدوا طفولتهم أجبر تم اغتيال براءتهم يعني بتشوف بنات وولاد صغيرين تحس إنه فين طفولتكم؟ ما عايز أقول لك حضرت حاجة أنا بمشفق على الجلل الجديد وأعتبر إنهم تم اغتيال براءتهم مع سبق الإصرار والترصد من الأسرة من المدرسة من وسائل الإعلام من الشارع من الجران من كل اللي حواليهم لأنهم هم لا حول لهم ولا قوة لا ما شايفين اللي أكبر منهم ساكتين وصيبين عشان كده بقول حياتك الكتاب أنا كلها قصص وكلها قصص مكتوبة بشكل بسيط وإسلوب بسيط يقراها أستاذ الجامعة ويقراها لسه تلميذ في الجامعة بسطوب بسيط علشان نقول إنه في حياتنا حاجات حلوة كتير وحاجات الحلوة دي لو نبشنا وشلنا عنها التراب هتطلع وحنستفيد منها ودايما بقول حياتك ما فيش قصة ما فيش حكاية في الكتاب اللي وراها رسالة وهدف هو بس الطاقة الإيجابية في نفوس اللي بيقراها وبالتالي هتنعكس على المجتمع اللي حوالي استدعيت قصص جميلة في الكتاب فكرنا بيها وحكي للمشاهد بص حضرتك أنا القصص معظم يعني هو أنا الكتاب متقسم ثلاث أجزاء أو ثلاث عناصر جزء عن القرية وحياة القرية وعالم الجن والعفرية اللي كلنا عشناه بالسمع وبالشوف وبالمعاشرة وكل حاجة وجزء تاني من استدعاء قصص قديمة وقصص كلنا قرناها وبنقراها وهنقراها بس كنت أكتبها بشكل زي ما تقولي إيه حضرتك بطريقتي وبأسلوبي وجزء تالت الجزء تالت اللي في الكتاب اللي هي قصص أنا قلت أنه واقعنا مليء بالقصص والحكايات اللي مليانة رسائر ومليانة حاجات إيجابية وكده لا تقل أهمية عن قصص الأديمة يعني عشان كده الكتاب هو كله سلسلة واحدة ولكن كل جزئية فيهم فيها مجموعة كتابات أو قصص أو حكايات فكل الكتاب ماشي بالإطار ده ولكن أنا في القصة الأولى اللي كتبت في دخلت مجال الكتابة الإنسانية دي دي كانت مراتي قالتلي عليها فكنت بكتب مقالاتي في الأهرام كان مقالي اسمه كلام مفيد وسياسة وكل سبوع أكتب حاجة سياسية وكده وجيت في يوم قايتلي ما تسيبك من السياسة وتخليك في الحاجات الإنسانية والاجتماعية فقلت لها يعني أنا أكتبي يعني قالتلي هات المخزون اللي في دماغك وبعدين قالتلي أقولك على حاجة القصص ما بتنتهيش والقصص مش بتاعت حد ما تشوف حاجة من الحاجات الإنسانية المنشورة في حاجات كتير وناس كتبها وكتبها برؤيتك وقالتها طب أنا مش عارفة أبدأ بإيه فقالتها جابتلي قصة أنا قارتها حسيت أني بدمع وتخيلت أنا كانت بنتي لسه عندها ياسمين عندها حوالي ثلاث سنين حسيت أني أنا هي دي ياسمين الحكاية بتقول أني كتبتها بطريقتي كده أنه واحد قاعد وبنته كانت عندها يعني صغيرة ثلاث سنين فبتلعب معاه فخدت الورق اللي كان عامله اللي كان جايبه وقطعته وعملت منه صندوق كده وقفلته فهو تشافس صندوق قال لها إيه ده اللي انت عاملها ده قالت له ورق بتاعك يا بابا فقالت له بص أنا راح مسكها ضربها فرحت البنت عالتعيط قال لها ففتح الصندوق مفوش حاجة قال لها كمان بواصت الورق بتاعي وفاكرت جايبه لي حاجة قالت له بابا أنا ملياها بوس أنا بايسك كتير في مليان قبلات المهم الراجل خلاص عدى وكده وبعدين كبر والبنته كبرت وبعد يعاش حياته في مكان بعيد ومراته توفت وعايش لوحده فكان كل ما يحن للماضي يفتح الصندوق يحس بالقبلات أنا كتبت المقال ده وكأني أول مرة أكتب مقال أنا من ساعتها خدت الاتجاه ده الاتجاه ده الاتجاه ده الاتجاه ده على طول أي كلام كانت إيه نوعية القراءات أو كانت إيه نوعية الكتب اللي كتب تستهويك بوسي أنا أنا كش طبعا أعرف أكتب إيه ولا أقرأ إيه ولا أحاجة بس أنا ابن عمتي الله يذكره بخير ربني يديله الصحة جاب لي كرتونة مليانة مقالات لأستاذ محمد حسنين هيكل مقالات بصراحة بتاعت محمد حسنين هيكل وقال لي الأجازة دي أنت لازم تقرأ دول أيوه قرأته وبعد كده بقيت مدمن هيكل وغير هيكل جميل جميل خلينا نطلع للفصل واللجع لحضرتك مرة تانية اتفضل رجعنا لحضرتكم مرة تانية ولسه معينا ومنورنا الكاتب الصحفي الأستاذ أصرف مفيد صاحب كتاب إرجع يا زمان أهلا بحضرتك مرة تانية أهلا بحضرتك حضرتك ذكرت كمان الهوس اللي حاصل بالتكنولوجيا والتصرفات الغلط أو الناحية السلبية للاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا كلمة شوي عن الجزئية دي في الكتاب بص صحتك في قاعدة بتقول أنه الإنسان عدوه ما يجهل أو وتسعين في المية أو أكتر من تسعين في المية بتجهل التكنولوجيا الصحة وبالتالي بتتعامل معها بشكل خاطئ وبتتعامل مع التكنولوجيا دي على أنها دي حاجة مرعبة حاجة يعني صعبة وحاجة مجهول وحاجة غير قابلة حتى للتعامل معها طب بيتم التعامل بشكل عشوائي في حين أنه التكنولوجيا دي تقدري الديناسور ده يرويده ويبقى يعني أصغر من ناملة بالتدريب بالتدريب الناس لما تتدرب إنه إزاي تستخدم التكنولوجيا بشكل صحيح هتقدر تمتلكها فعلشان كده الهوس التكنولوجيا الناس فرحانة بتيك توك فرحانة ويعمل يروح أي مكان يععد يأكل يصور نفسه يشرب يصور نفسه في حين أنه ممكن يستخدم ده بحاجات مفيدة أكتر في تفيده في شغله يعني أنا حاليا شغلي خبير تطبيقات زكاة إصطناعية كل حياتي أنا مستخدم فيها الزكاة الإصطناعية يعني حتى قبل ما يجي وأنا وجاي في الطريق بقول أني أنا في برنامج في التلفزيون المصري هتكلم فيه عن كذا قالتلي المساعدة الشخصية أنا عندي عندي مساعدة شخصية اسمها مولي دي قاريني عارف عني كل حاجة قالتلي بص ركز على كذا وكذا وكذا نصحتك كبير وفيه لو ما تكلمتش المزيعة عن كذا أنت اطرح كذا ونبه السادة المشاهدين على ضرورة استخدام التكنولوجيا أولادي قالتلي آه تقول لي آه أمل عايزة منك كذا وكذا وكذا خلاص أنا حرفت أنا وخارج أقول لها أنا جبت كذا وكذا تقولي طب ما هو أنت أمل طلب منك الحاجة الفلونية والكلينيكس ومش عام أنت ما جبتهاش فعلشان كده بقول لحياتك لازم التكنولوجيا تبقى أسلوب حياة أي ونستخدمها الاستخدام الإيجابي الناحية الإيجابية في استخدامها مش الاستخدام زي ما أقولك زكرا استناعي عندي التكنولوجيا دي اللي بيستخدمها لأن أنا خلاص عملتها أسلوب حياتي فيه اللي يروح واخد صورة واحد ويركب عليه صورة صورة ترام طبعا عندي الناحية السلبية بقى المؤزية اللي في الموضوع إيه اللي خدته وإيه اللي كسبته إنك تقولها تكنولوجيا جبارة وجامدة بس أنت استخدمتها استخدام في حاجات تفهم ملهاش أي قيمة أي لازم نعلم الناس ولازم إحنا نتعلم إن إحنا إزاي نستخدمها استخدام صح في شغلنا أي 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 إيه التصرفات الغريبة اللي ذكرتها في إيه حضرتك في العصر الجديد أو في العصر الحديث اللي إحنا فيه أو في الأيام اللي إحنا فيها دلوقتي اللي مخلينا دايما بنحن الزمان التصرفات الغريبة المشاعر الحلوة الكلمة الحلوة عايز أقول أحياتك على حاجة بالنسبة حتى الكتاب أنا الكتاب القصص مش بتاعتي يعني قصص من طرس إنساني بس أنا بكتبها بطريقة وغيري بكتبها بطريقة وكل واحد يتناولها بشكله يعني زي حياتك كلمة صباح الخير أنت ممكن أحياتك تقوليها تقول صباح الخير واحد تاني يقول صباح الخير والتالت يقول صباح الخير هي كلمة واحدة علشان كده التصرفات الغريبة المشاعر. الكلمة لما تطلع فقط أعرف المسألة اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب. طبعا. هو ده اللي احنا فقدينه. طبعا. انت تلاقي على الفيسبوك تلاقي مئة تعليق ما تحسيش بيه غير في ثلاثة أو أربع تعليقات بالكتير. والثلاثة هو اللي فيه مشاعر. اللي هو فيه مشاعر حتى هو مش كاتب لك. أنا أحبك وكذا لا. هو بيقول جملة انت بتحسي بالحرف بينطق لأنه طلع من قلبه فعلا. غير اللي داخل عشان يعمل تعليق بالتوفيق بالتوفيق. ما شاء الله أحييك اللي هو مفيش. احنا مفتقدين. اهم حاجة في حياتنا وهي المشاعر حقيقة الصادقة. الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة بتفتح في البحر طريق. ايه لما أجي أكلم واحد الصبح وقوله كلمة حلوة بيبقى معنوياته في السماء وطاقة إيجابية بيروح شغله بيبدع ويشتغل. لكن لما أجي أحبط الصبح بكلمة ممكن نخلي موده. احنا في النهاية بن قدمين. البشر القلب ده بيتحرك ببصلة. ايه صحيح. الكلمة الحلوة دي مفتاح لكل حاجة. طبعا. مفتاح كل حاجة. والرضا طبعا. والرضا لما يكون واحد راضي وراضي عن حياته وعن شغله وعن مستوى بيته. راضي وعنده إيمان بالله يكفيه. انه هو عارف ان كل اللي بيحصل خير. بص حياتك الرضا ده مفتاح السعادة. طبعا. طبعا. علشان كده ببعض حياتك لازم احنا نستدعي الحاجات اللي جوانا. زمان ليه? ليه احنا بنحن الزمان? والماضي والناس القديمة وكده. كان عندهم رضا كان عندهم راحة ونصفاء وينام الواحد ومش عايل هم حاجة وربنا بكرة هيكرمه لانه خلاص نايم وهو يعني بص حياتك حتى علمته ان رزقي لن يأخذه غيري فاطمألنا قلبي بينام وهو مرتاح وعارف رزق ومحدش هياخده غيره. بالزبط. فعلشان كده بقولك احنا محساقدين الحاجات الحلوة دي يعني. بالزبط. وكمان الايمان باننا اي حاجة بتحصل لنا في حياتنا رب الخير لا هيأتي الا بالخير. طبعا. وان احنا اي حاجة بتحصل لنا في حياتنا على مزاجنا او مش على مزاجنا. اخترناها او ما اخترناهاش. موافقين عليها او عادة اللي احنا كنا عايزين وهو اكيد خير. بص حدرتك او اكيد خير. القصص اللي كاتبها في الكتاب كلها تحت اطار واحد انه الخير هو اصل الاشياء. ايو. ربنا بيدينا الخير. احنا ممكن نشوفه دلوقتي ايو. واحد مثلا حصل له حدثة ورجله تكسرت ياه دا تكسرت رجله نام ثلاث ساعات. ثلاث سنية. ثلاث شهور في البيت مش قادر يتحرك طبعا نشر. لكن هو بعد سنة يكتشف انه الفترة اللي قاعدها في البيت دي حاشت عنه مصيبة. مثلا. لانه كان ممكن هيكون جايله سفر يسافر بره. وبره البلد دي حصل فيها حرب ومات كل اللي سافروا معاه. صحيح. وحاجات دي مش على فكرة. بالزبط. بالزبط. يكون في الثلاث شهور دول تعلم حاجة جديدة تفتح له باب رزق جديد. تعلمه حاجة جديدة. عايز اقول لحاجة عن تجربة برضو شخصية. انا تكسرت رجلي وقعد ثلاث شهور في البيت. اه. تعلمت فيها حاجة عمري ما كنت هقدر الاقي وقت اعملها. ايه. وهي ان اتعلمت ازاي انشئ موقع الالكتروني بنفسي. اللي بيتعمل بسبعين الف وثمانين الف. انا بعمل الموقع بايدي. وعملته. عملته لنفسي موقع. بس اعلمت نفسي. هل فترة كنت لقي نفسي مفاضي. مفيش حاجة وراية. ايه. اععد ادرس كل يوم خمس ساعات. خمس ساعات. في الثلاث شهور كنت خدت علم كامل ان اعمل موقع ورد بريس بالكامل من غير ملجأ لشركة. الشركات دلوقتي بوصلت حوالي 100 ألف جنيه للموقع اللي بتروني عشان يتعامل. ايه. انا بعمله الوحدي. من تجربة ايه التلات شهور دول اللي. اللي تعلمت فيها. فربنا بيجيبش اي حاجة وحش. احنا اللي بنفسرها احنا اللي بنفسرها وحش. ولازم نعكس جوانا ان احنا نبقى نقول لا ربنا بيحبنا ربنا بيدينا الخير. طبع. بقولك القصص اللي انا كتبها في الكتاب كلها بقول كده. الخير من عند ربنا جاي لك. جاي لك. وحط في منماغك حاجة ان نقول الحمد لله. ولان شكرت مؤذية النقل. صحيح. لكن الناس الناس بقت وحشة وعلاقات الناس بقت صعبة. طبعا. طبعا. كلمني شو عن القصص الحلوة الجميلة اللي ذكرتها طبعا مش نقدر نقولها كلها بس يعني الاقرب لقلب بصي الاقرب لقلب هي اول قصة مكتوبة في الكتاب ودي مش من التراث ولا حاجة من الواقع من الحياتي اللي هو في الجزء الخاص بالقرية. انا كنت وانا وصغير كنت في حوالي ابتدائي. وتعرف اهل القرية يعني بعد الساعة تمانية بالليل تسعة الدنيا خلاص نامت. فكنت مع والدي في سهاج في المدينة. ورجعنا القرية بالليل حوالي الساعة 11. وانحنا ورجعين كان والده اللي هو جدي كان تعبان. فسمع سوده بكح. فقال لي طب صواني احنا كنا طرقين دور التاني بشقتنا. فقال لي صواني اشوف جدك لا يكون تعبان ولا عايز حاجة. فدخل لقاء. كنا في يناير الكلام ده. البرد والغطى واقع من عليه. فهو مش تعبان مش قادر يتغطى. فشال الغطى وغطى فانا استمعت الجملة بالضبط اللي هقولها لك دي. قال له معليفش مفيد انا انتو متعبتونيش في تربيتكم انتو واخواتك وانتو صغيرين. بس انا بني معليش انا بتعبكم وانا وكبير. او لان فيش تعب ولا حاجة وضبطب عليه. لفت الايام وفي يناير الفين اتنين وعشرين كان الحاج حاج مفيد اللي هو اللي كان بعمل ده مع والده. كان عامل عملية هنا في القاهرة وانا كنت قاعد نايم في قط البنات عندي. فسمعته بكح. كنا برضو على الساعة كانت تلاتة الفجر. وكنا في يناير. زي الحكاية اللي من انا وفي تدائي او اعداد. دخلت لقيتم الغطى واقع من عليه. فانا بغطي قال لي معليش اشرف انا وانتو واخواتك ما تعبتونيش وانتو في حياتي. والله بنفس الناس. ما تعبتونيش وانا في تربيتكم. بس انا باتعبكم يا ابن الوات وانا وكبير. وقلتوا لها حاج انت. وروح تكاتب مقال سميته سلف و دين. العبرة منها والرسالة بقول لكل اللي يقرى القصة دي. اللي عايز يشوف نفسه بقرة يعمل النهاردة. صح. اللي هتعمله النهاردة هو اللي هتشوفه بقرة. ودي كانت من احب القصص اللي انا كتبتها عشان كده هي خليتها اول قصة في الكتاب. نقصره فيك جدا طبعا. طبعا. انا واقف وفيها رسالة كمان مهمة جدا. ده انا وبغطيه والله بدون مبالغة انا بغطيت افتكرت وانا هو في ابتدائي وشايفه هو بيغطيه ايه. وبيقوله نفس الجملة. يعني هو طبعا اكيد نسي. يعني الحاج اكيد نسي بس اللي جوا اللي خلاه قالها اللي عمله هو صغير وعمل مع والده. صحيح. فلقاني لقيته بيقولهولي بنفس النص. علشان كده بقوله حياتك القصص القديمة دي. ناس بتاخدها على انها تسلية دي مليانة عبر. مليانة حكايات. رغم انها قصة دي مش متاخدة من التراث دي. ايه. الواقع احيانا مش احيانا كمان ودائما بيكون اقوى من الحكايات الاسطورية واقوى من حكايات الخيال. الواقع بيكون فيه رسائل وفيه عبر وفيه حكم اهم بكتير من القصص اللي ممكن نقراها من الف ليلة وليلة او اي حاجة من الحاجات القديمة. فعلشان كده ده من الحاجات اللي فعلا انا حبيتها واي حد كان بيقراها. والله فيه حد صديق لي قاعد يدمع هو بيقراها. ايه. ايه. طبعا سلف ودين وكل اللي بيزرع حاجة بيحصودها لانه. اللي هتدي خير. هتدي خير. هتحصد خير. يعني بص صحتك هي رسائلتها مختصرتها في كده. عايز تشوف نفسك بكرة اعمل النهاردة اللي عايزه تشوفه. كتابتك اللي جاية شكلها ايه? وبتفكر في ايه في اللي جاية. في تكنولوجيا كلها. تكنولوجيا. هتبعد عن الاجتماعي الجميل الانساني لكل رسائل حلوة زي كده. انا ما عنديش رفاهية وقت ان انا اكتب حاجة. اه. انا دلوقتي عندي هدف ورسالة ان انا من بالضبط في يناير الفين تلاتة وعشرين. كان دخل الزكاة الاصطناعية وكان شات جي بي تي ظهر ظهر في شهر احداشر الفين اتنو وعشرين. مع يناير بقى شعبي. بقى الناس تقدر تعمل شاتك. قال بك الزكاة الاصطناعية من سنة ستة وخمسين معروف يعني في المصانع وانا شفت في مصانع في ألمانيا. مصانع سيارات. الزكاة الاصطناعية شغال فيها. بس بقى شعبي فأول يناير تلاتة وعشرين. قلت انا عايز ابقى لي مكان في العالم القادم ده. خاصة ان هنا لدي تجربة مع صوفيا اللي كان اصدفها سيادة الرئيس في منتظر شباب العالم في ديسمبر 2019 انا صورت معها. والله يبدو المبلغة. انا حطت ايدي عليها بس ما نفعش ألمسها. عملت كده تخيلت في يوم من الايام ان يكون عندي الروبوت زيها. انا الحمد لله قريب هاعلن عن الروبوت بتاعي. ان شاء الله قلت العالم ده لازم ادخله. فأنا دخلت عالم الزكاة الاصطناعية فالوقتي ما فيش عندي رفاهية اكتب مقال انساني. بكتب دلوقتي توعية ازاي الزكاة الاصطناعية ازاي بسقف الناس. ازاي يتعلمه ازاي. يعني ايه هندسة الاوامر يعني ايه تعمل كذي. يعني ايه تتدرب. يعني ايه انا مبارح بالليل. الفجر بالزبط. انا عملت مشهد سينما كله بالزكاة الاصطناعية. انا امراتي لو ما كانتش شافت اللابتوب كانت هتصدق ان ده مشهد منه اليود. بني ادم حقيقي بيتخانق مع الروبوت والروبوت بيزقه هو مذهول به. فبتقول ليه ده قصة فيلم سينمائي قصير انا شرغال بعمل فيه. وده مشهد من مشاهد الفيلم شافته والموسيقى التصورية والاركستر اللي بتعزف اللحن اللي هو الموسيقى دي. حاجة انا هبعطه لحارتك شوفيه بعد ما نخلص الحاجة. ان شاء الله ان شاء الله. فالزكاة الاصطناعي بقى هو كل حياتي. فانا دلوقتي كل كتاباتي. هتكون عني الزكاة الاصطناعي. والتكنولوجيا وازاي نستثمرها وازاي يعني الكتاب الجديد اللي جاي ترويض في الزكاة الاصطناعي. انا بشكر حالتك استاذ اشفر لوجودك معنا النهاردة. وسلامنا للاستاذة مولي. ونرجو ان احنا يعني نكون يعني نولنا رضاها نهاردة في الاسئلة. عايز اقولك على حاجة. مولي مولي. اوقات اوقات والله. اكون مثلا تعبان. اقول انا عندي دوخة وكده. تقولي طيب شوف السكر عشان انا عارف انك عندك سكر وكان التراكم بتاعك كان زيب. فشوف كده. كل حاجة. انا احيانا بقول لها واي حاجة في حياتي. اه. بلازم اعرفها. اي. عشان كده مسميها القرين الالكتروني. جميل. وده اللي كل الناس لازم تستفيد من الزكاة الاصطناعية. كل واحد يبقى عنده قرين الالكتروني. والناحية الايجابية طبعا من التكنولوجيا نعمل حلقة خاصة عن الموضوع ده نتكلم فيها ان شاء الله. وممكن اجيب لك بولي. وعلى فكرك انا ممكن تسأليها وترد عليك. اكيد. اه عجبها لك مرة. ان شاء الله. ان شاء الله. مرسي نورتنا وبشكرك. وطبعا تكلمنا النهاردة عن كتاب ما بين الحنين للماضي وما بين النوستالجيا وما بين الذكريات الحلوة. وما بين كمان العصر وسرعة العصر والتطور والتكنولوجيا اللي بقينا دايما مستعجلين فيها ودايما بنجري ورا بعض. ودايما حسين ان في حاجات كتير فايتانة. والحقيقة ان التكنولوجيا زي ما ليها جانب ايجابي. لكن كمان ليها جوانب سلبية كتير جدا. ممكن خدتنا من بعض وخدتنا من ان احنا نكون بنتعامل بمشاعرنا مع بعض. على قد ما نقدر نحاول ان احنا ناخد الجزء الايجابي منها. وعلى قد ما نقدر نفضل مع بعض دايما ايدينا في ايدينا بعض. علشان هي دي سنة الحياة وهو ده اللي المفروض نكون عايشين بيه. طبعا انا باشكر دي في اللي نورنا النهاردة هو الكاتب الصحفي مستاذ اشرف مفيد. هو باشكركم. كان معاكم رانيا السيد اشوفكم الاسبوع اللي جاي في نفس المعاني. شكرا. شكرا. موسيقى